من أسباب الأرزاق الخفية والمهجورة التقوى وأنا في هذه الحلقة لا أتحدث عن التقوى لذاتها وإنما أتحدث عن التقوى باعتبارها سببا من أسباب الرزق الخفي الذي تستمطر به الرحمات والتقوى تنزل بها الرحمات وينزل بها الغيث ويوسع بها الرزق فمن اتقى الله كفى ومن توكل عليه أسعده وأغنى ومن استعان به أغاثه وهدى قال تعالى ومن يتقى الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره يا من تريد سعة الرزق وتريد أن يرزكك الله تجنب المعاصي وابتعد عنها تماما فإن المعاصي والذنوب سبب لكل ضيق وبلاء وسبب لجلب الشر وجلب الهم على الإنسان وإن كثرة الطاعات تؤدي إلى البركات والخيرات قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وإن الراجل لا يحجب الرزق عن نفسه بالذنب يصيبه فلا تسخر ولا تتنمر ولا تكذب ولا تتكبر على خلق الله ولا تنظر إلى حرام وليكن دعاؤك دائما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وادعو الله تعالى بدعاء الحبيب اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواء وإذا أردت أن تكون تقيا بحق فصاحب الأدقياء الأخفياء الأنقياء قال التلميذ لشيخه يا شيخي أنا على التقوى لا أقوى قال يا بني إذا كنت على التقوى لا تقوى فصاحب من يقوى تقوى المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل الصاحب ساحب في ناس في الإيامة هتيجي قدام ربنا سبحانه وتعالى ويعضوا على أديهم من الصحبة السيئة فيوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان قذولا يتحدث عن صاحبه لأنه أغواه وأضربه أما الصاحب الصالح فهو الذي يأخذ الإنسان إلى صحبة صالحة فيتق الله ويعينه على تقوى الله ويدعوه بالنصح والإرشاد إلى طريق الله ويوم القيامة يأتي هذا الصاحب الصالح فينفع ويرفع ويشفع لذا قال الإمام الشافعي رضي الله عنه إن الصديق الحق من إذا كان معك من يضر نفسه لينفعك من إذا ريب الزمان صدعك شتت نفسه فيك ليجمعك اتق الله حيثما كنت كلمات قالها النبي صلى الله عليه وسلم للغلام وأراد منها أن يودها الأنظار إلى تقوى الله حيثما كان الإنسان بل قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن واستمد هذا الحديث من كلام القرآن إن الحسنات يذهبن السيئات بعض الناس يغضب إذا قلت له اتق الله مع أنها كلمة فيها النصح والإرشاد وكل الخير كل الخير في هذه الكلمة اتق الله أقولها لنفسي وللمدرسين في المدارس والمعاهد وفي الدروس الخصوصية وللأطباء في المستشفيات الحكومية والعيادات الخاصة وللمهندسين كل في مكانه وللعامل والصانع ولأخي من يصور خلف الكاميرا ولأخي من فني الصوت ولأخي المخرج لنا جميعا يا أيها الناس هيا بنا نتق الله يا أيها الناس اتق الله جاء الخطاب في القرآن للإنسانية وللمؤمنين يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وهذا المعنى يريد به المولى سبحانه وتعالى أن يجنبنا النار وبالتقوى نحرص على أن نكون من السعداء في الدنيا ونحرص على أن نكون من السعداء في الآخرة قال أحدهم ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد وقال الآخر سعادة المرء في خمس لك الجمعة صلاح جيرانه والبر في ولده وزوجة حسنت أخلاقها وكذا خل وفي ونجاح المرء في بلده هذه الأنواع الخمسة أو الأدوات الخمسة للسعادة تستمد من أن يتقى أن يتقى الإنسان منا ربه سبحانه وتعالى في كل شيء في الجيران وفي الأهل وفي الخلان وفي الزوجة وفي الخل الوفي وفي البلد الذي تعيش فيه